بسم الله الرحمن الرحيم المبعوث رحمةً للعالمين وحجةً على المكلفين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فلا يزال الحديث في شرح الرسالة العظيمة المسمى في الوصية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي المولود سنة إحدى وستين وستمائة أهل الهجرة والمتوفى سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة أهل الهجرة رحمه الله رحمةً واسعة فيما كتبه إلى الطائفة العدوية في توجيههم وتنبيههم ودعوتهم إلى الخير بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات في الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية قال رحمه الله وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله رسولاً إليهم كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده فعصم الله أمته أن تشتمع على ضلالة وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله يقول شيخ الإسلام بن تيمية في معرض بيانه لما امتازت به هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفضَّلها الله به على سائر الأمم وعلى سائر الملل اختصها بخصائص وميَّزها بمزايا وفضَّلها بفضائل من ذلك أن الله جل وعلا عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن عصمها هي معصومة أن تجتمع على ضلالة لا يمكن أن يجتمع أهل الإسلام على أمر إلا وهو الهدى والحق قال الله جل وعلا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا في هذه الآية بيَّن الله جل وعلا أن من سُبُل بيان الحق للخلق أنه سبيل المؤمنين إذا كان المؤمنون على سبيل وأجمعوا على سبيل فهو الحق وهو الهدى وهو النور وهو الذي أراده الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فدل على أن سبيل المؤمنين به يوصل إلى الهدى وإلى الحق وهذه الآية أصل في الدلالة على حُجِّيَّة الإجماع في الإسلام وأن الإجماع حُجَّة وهو مصدرٌ من مصادر التشريع فإذا استدلت على أمرٍ بأنه قد أجمعت عليه الأمة كفى بذلك حُجَّة فالإجماع فالإجماع مما يُستدلُّ به على الأحكام فإذا قلت في مسألةٍ أجمعت الأمة وأجمع العُلماء على كذا فهذا كافٍ في الدلالة على مشروعية هذا الأمر فمثلاً إذا قلنا أجمع العُلماء على حُرمة الخُروج على ولاة الأمور هذا إجماع فالإجماع هنا حُجَّة والدليل على أنه حُجَّة قولُ ربنا جل وعلا ومن يُشاقِق الرسول من بعد ما تبين له الهُدى ويتَّبِع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونُصره جهنم وساءَت مصيرًا ومما يُستدلُّ به على حُجِّية الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمِع أمتي على ضلالة لا تجتمِع أمتي على ضلالة فهذه الأمة كما قرَّر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تجتمِع على ضلالة عصمهم هذا نصُّ كلامه رحمه الله عصمهم أن يجتمِعوا على ضلالة كما ضلَّت الأمم قبلهم الأمم قبل الإسلام ليسوا معصومين من جهة إجماعهم على أمر فكانوا يضلون فيبعث الله لهم نبياً يبين لهم الهدى والحق كل أمة ضلت أرسل الله لها رسولاً ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن من أمة إلا خلى فيها نذير لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بعده عليه الصلاة والسلام نبي النبي ختم الله به الرسل هو خاتم الأنبياء آخرهم لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن أحداً ينبأ إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي وقال الله عن نبيه وخاتم النبيين فبين الله جل وعلا أن محمداً هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام فقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث الله نبياً وإن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد رسولها عليه الصلاة والسلام فيأتي بعد ذلك العلماء والخلفاء الذين هم يبينون الحق للخلق فعصم الله الأمة بعد نبيها من أن تجتمع على ضلاله وجعل فيهم من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة ولهذا كان إجماعهم حجة من تقوم به الحجة من العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأنبياء تسوسهم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث الله نبيا وإنه لا نبي بعده ولكن خلفاء يكثرون فجعل الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء من تقوم بهم الحجة وإجماع العلماء حجة إذا اجتمعوا على أمر فإنه بما يحتج به على هذا الأمر لأنه قد عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلاله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرها من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله فلا يزال في الأمة من تقوم بهم الحجة ولا يزال هذا الدين ظاهر ومنصور حتى تقوم الساعة هذا أمر الله وأمر الله جل وعلا نافذ لا معقب لحكمه وهذا من فضل الله على هذه الأمة أن الخير فيها لا ينقطع وفيها من تقوم بهم الحجة لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية وهي الطائفة أهل السنة والجماعة فأهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية في قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هذه الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة لا يزالون على الحق منصورون حتى يأتي وعد الله وأمر الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة عن أهل الباطئ الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله ولزوم سبيله وأمر بالجماعة والإتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية نعم ثم بيّن رحمه الله ممتاز به أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة عن أهل الباطل الله جل وعلا ميّز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة وبالجماعة أما السنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنته وحي وهي الحكمة التي أنزل الله وأنزل عليك الكتاب والحكمة الحكمة واذكرنا ما يُتلى في بيوت كن من آيات الله القرآن والحكمة السنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة فلابد من الإيمان بالسنة كالإيمان بالكتاب بالقرآن وأن السنة وحي وأن الإيمان بالسنة أصل من أصول الدين من كفر بالسنة فقد كفر بالدين ولا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا إن هو أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفيني القرآن وهم الذين يسمون بالقرآنيين يقول نحن القرآنيون ما وجدنا في القرآن أخذنا به وما لم نجده فليس لنا فليس علينا في بعد القرآن من حجة فيضربون بالسنة عرض الحائط يعرضون عنها قال شيخ الإسلام ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر وضلال أين نجد أن الصلوات التي فرضها الله خمس في أوقات محددة أين نجد عدد ركعات الصلوات الخمس أين نجد أنصبة الزكاة أين نجد ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام وفرائض السنة تأتي مكملة لما في القرآن لأنها وحي ومفسرة مبينة لما في القرآن ومستقلة تأتي بأحكام استقلالا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث هذا حكم مستقل وجدناه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يأتي في القرآن لا ليس في القرآن هذا الحكم فالسنة إما مكملة تأتي بأحكام تكمل ما جاء في القرآن ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فالسنة وحي من الله كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل بالقرآن كان ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ثم أيضاً ميِّز الله أهل الحق بالجماعة جماعة المسلمين من أعظم خصائص هذه الأمة وأن الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة والجماعة الاعتصام بها نجاه الاعتصام بالجماعة نجاه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية ما كنت عليه أنا وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فجاء في رواية لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يد الله مع الجماعة ومن فارق الجماعة ومن فارق الجماعة ونزع الطاعة فمات مات ميتة جاهلية وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض الشيطان مع من فارق الجماعة والشيطان لا يكون إلا مع الضلالة ومع الغي ومع المعصية وأما الحق والهدى فإن الشيطان لا ينفذ إليه ولا يصل إليه فالجماعة عصمة الجماعة عصمة من الضلال والزيق ولذلك نجد من بعض الضلال أصحاب المذاهب الضالة والأحزاب السياسية المنحرفة والجماعات التي خرجت علينا اليوم بدعوة بدعوة الخروج عن جماعة المسلمين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فأمة محمد صلى الله عليه وسلم واحدة هي الجماعة وهي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي عمر الله من هم؟ هم الجماعة هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هؤلاء الجماعة من لزم الجماعة عصمه الله من الضلال ومن الانحراف ومن خرج عن الجماعة من فارق الجماعة وشد شد في النار فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد من الواحد وإن يد الله مع الجماعة مع جماعة المسلمين ولذلك لما قال حذيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم أو من أجابهم قذفوه فيها قال فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم كن مع السواد مع السواد الأعظم مع جماعة المسلمين لا تشد عنهم إذا رأيت طائفة أو حزب أو جماعة كائنة من كانت تدعوك إلى ترك جماعة المسلمين والخروج على جماعة المسلمين فأعلم أنها في الضلال وقعت وفي الزيغ وقعت وفي الانحراف وقعت فالعصمة في الجماعة ولذلك قال المصنف رحمه الله وعما مضت عليه جماعة المسلمين فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالجماعة والإئتلاف أمر بالجماعة أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة والإختلاف كل من يدعو إلى فرقة واختلاف وتنازع وشقاق وفوضى بين المسلمين فإنه على غير سبيل المؤمنين ولذلك ذكر المصنف رحمه الله شيخ الإسلام آيات عظام الأولى في الأمر بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا طاعة لله إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إلا ليطاع ولذلك فآية الامتحان فإن كنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لا محبة لله محبة من الله للعبد إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله وأما من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يحبه ولا يرضى عنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويدل مفهوم المخالفة على أن من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فإن الله لا يحبه لأنه قال فاتبعوني يحببكم الله فمن لم يتبع الرسول لا يحبه الله ثم بيّن الآيات التي أمرت بالاعتصام بالجماعة ولزوم جماعة المسلمين وعدم التفرّق واتباع الأحزاب والجماعات التي فرّقت جماعة المسلمين إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لست منهم ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دين الله ولا من شرع الله التفرّق والاختلاف والتحزّب والخروج على جماعة المسلمين ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم فإن التفرّق والاختلاف من صفات المشركين قال الله جل وعلا ولا تكون من المشركين من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون فأهل الجاهلية وأهل الشرك هم الذين تفرّقوا واختلفوا وتنازعوا وعمّت الفوضى بينهم فلا يلزمون جماعة المسلمين ولا يطيعون لأمرائهم ولا يسمعون لهم فهؤلاء ذمّهم الله ولا تكونوا من المشركين من هم من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون بل أمر المؤمنين أن يعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين مخلصين له العبادة الدين هنا بمعنى العبادة حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصار ضالون فأمر سبحانه في أم القرآن التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا الفرقان مثلها التي أعطيها نبينا التي أعطيها نبينا من كنز تحت العرش التي لا تجزئ صلاة إلا بها أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كالنصارى وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض وهو ما في كتاب الله تعالى وهو السنة والجماعة فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال ستفترق هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل نعم الله جل وعلا أمر عباده بلزوم الصراط المستقيم وقد بينه الله جل وعلا فأنزل الله سبحانه كتابه وأرسل رسوله ليبين الكتاب ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم فأصبح الصراط واضحاً بيناً وأن هذا صراط مستقيم صراط الله هو دين الله هو الإسلام هو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه اتبعوا هذا الدين تبعوا الإسلام تبعوا ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولا تتبعوا السبل هناك صراط الله وجنبتي هذا الصراط سبل تؤدي بك إلى الضلال والغواية وصراط الله واحد هو الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله وجنته وعلى جنبتي هذا الصراط سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو له من الشبه ومن الشهوات التي تصرف العبد عن هذا الصراط المستقيم فمثلا من سبل الشيطان التي على جنبتي الصراط التفرق والاختلاف ومفارقة جماعة المسلمين هذه سبل يدعو إليها شياطين من الإنس ومن الجن يدعونك إلى إلى مفارقة الجماعة وإلى الخروج على إمام المسلمين وإلى الاختلاف والفوضى والنزاع وبث الشائعات فهذه سبل شيطانية تنحرف بالعبد عن الصراط المستقيم أما الصراط المستقيم فهو نزوم الجماعة ولزوم لزوم الاجتماع والطاعة والسمع للأمير بالمعروف حتى تنتظم مصالح الناس الدينية والدنيوية ولذلك فإننا في كل يوم وليلة نقرأ سبع عشرة مرة في أم الكتاب في أم الكتاب الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس هناك أعظم ولا أفضل ولا أجمع من هذا الدعاء هذا الدعاء عظيم اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي يقوله الله جل وعلا في الحديث القدسي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط هو الحق وهو الصراط الوسط بين الغالي والجافي غير المغضوب عليهم من المغضوب عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم غضب الله عليهم لماذا؟ لأنهم علموا فلم يعملوا عندهم علم ولكنهم انحرفوا في ترك العمل فكان العلم حجة عليهم فضلوا فأصبحوا من المغضوب عليهم والضالون النصارى الذين عندهم عمل عملوا لكن بلا علم وأما المنعم عليهم أهل الإسلام أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين بين العلم والعمل وهو صراط الله المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط المنعم عليهم ما صفته الجمع بين العلم والعمل تعلموا تعلموا فعملوا وهذا هو الذي أراده الله جل وعلا من عبده هذه الآية نقرأها في اليوم والليلة ما لا يقل عن سبع عشرة مرة في سورة الفاتحة التي لم ينزل لم ينزل الله جل وعلا في التوراة التوراة كتاب موسى ولا في الإنجيل كتاب عيسى ولا في الزبور كتب داود ولا في الفرقان مثل هذه السورة ولا في القرآن مثل هذه السورة هي التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من أين هي كنز أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش تحت العرش فهي سورة عظيمة أعظم سورة في القرآن هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم سبع آيات مفتتحة بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَانَمِينَ هل البسملة آية من الفاتحة أو لا خلاف عند أهل العلم جمهور أهل العلم أن بسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة في قبل كل سورة من القرآن إلا سورة براءة وهي جزء من آية في سورة النمل وأما سورة الفاتحة فإنها سبع آيات مُبتدأة بقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين هذه الآية الأولى الرحمن الرحيم الثانية مالك يوم الدين الثالثة إهدنا الصراط المستقيم الرابعة صراط الذين أنعمت عليهم الخامسة غير المغضوب عليهم السادسة ولا الضالين السابعة إهدنا الصراط المستقيم هذا ثم صراط الذين أنعمت عليهم السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة وهذا ينبني عليه أيضاً تنبني عليه مسألة فقهية وفرع فقهي في من لو قرأ الإنسان الفاتحة في صلاته ولم يبسمل يعني كبر تكبيرة الإحرام واستفتح ثم قال مباشرة الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله الرحمن الرحيم على القول بأن البسملة آية من الفاتحة صلاته غير صحيحة لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة ولا تجزئ الصلاة إلا بقراءتها فإذا لم يقرأ آية من الفاتحة لم تصح صلاته وعلى القول الثاني أن البسملة ليست آية من الفاتحة فإنه إذا قرأ بالحمد لله رب العالمين مباشرة صحت صلاته لأنه أتى بالركن كاملا وهذا هو الأرجح والأقرب في أن الفاتحة مستفتحة بقول الله الحمد لله رب العالمين هذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام كما قلنا هو الإسلام وهو ما في كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وما عليه جماعة المسلمين فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحضة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال في ما رواه أهل السنن والمسانيد أهل السنن كسنن أبي داود وسنن الترمذي والمسانيد المسانيد التي على الصحابة مسند أبي بكر ثم مسند عمر ثم مسند عثمان ثم مسند علي هذه تسمى المسانيد كمسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وجاء في حديث آخر افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة افترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة من هي يا رسول الله؟ هي الجماعة وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة وهي الجماعة وهي الجماعة هم أهل السنة والجماعة هم وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل أهل السنة وسط أهل السنة وسط في النحل في الفرق التي خرجت في المسلمين أفض الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي طائفة أهل السنة والجماعة وهي وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل كما سيأتي بيانه في كلام شيخ الإسلام نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود وكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا كما قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود بل قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما يشاء ويثبت كما فعلت اليهود كما حك الله عنهم بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وبقوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاء وينهوا عن ما شاء كما يفعله النصارى كما ذكر الله عنهم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم نعم المسلمون وسط وهذه الصفة لازمة لأهل الإسلام الوسطية قال الله جل وعلا في وسط صورة البقرة في الآية منتصف صورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فهذه الأمة أمة الوسط الوسطية صفة لازمة لأهل الإسلام للمسلمين أنهم متوسطون بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء فهم وسط في كل أمورهم ومن أعظم ذلك أنهم وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين لم يغلوا في أحد من الخلق من أنبياء الله أو رسله أو عباد الله الصالحين كما غلت النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عبدوهم من دون الله وعبدوا المسيح ابن مريم هذا غلو وهناك في الطرف الآخر جفاء واتصف بالجفاء اليهود والمسلمون خالفوهم في هذا الجفاء اليهود كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا فالطائفتان على النقيض طائفة وهم النصارى وغلوا في أنبيائهم في المسيح وفي عباد الله الصالحين من الأحبار والرهبان فاتخذوهم أربابا من دون الله وعبدوا المسيح ابن مريم وأمه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة واليهود في الطرف الثاني الطرف الجفاء قتلوا أنبياء الله وقتلوا الذين يأمرون بالقصط من الناس وكذبوا أنبياء الله وقتلوا فريقا منهم فالمؤمنون أهل الإسلام آمنوا برسل الله جميعا لا نفرق بين أحد منهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا فهم آمنوا برسل الله جميعا وبسيدهم وأشرفهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وعزروهم ونصروهم وأطاعوهم لكن لم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا من دون الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فأهل الإسلام توسطوا في المسيح عليه الصلاة والسلام المسيح سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض كما أن الدجال سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين طاف العين فالمسيح عيسى بن مريم سمي بذلك لأنه يمسح الأرض توسط المؤمنون في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى ولا كفروا به ولا قالوا على مريم إلا أنها العذراء البتول ولا رموا أيضا كما فعلت اليهود رموا المسيح بما منه هو بريء بأنهم قالوا على مريم قولا عظيما بهتانا وزورا بل قال المسلمون في المسيح ما أراده الله جل وعلا أنه عبد الله ورسوله عبد الله ورسول الله ليس ابنا لله ولا ولدا لله ولا ثالث ثلاثة وإنما هو عبد وهو أيضا رسول وأن مريم رحمه الله عليه السلام هي أمه العذراء البتول جاءت به من غير أب نعتقد ذلك ونؤمن به قال بل قال هو عبد الله ورسوله وكلمته يعني كلمة الله أن المسيح كلمة الله كن فيكون فالله جل وعلا خلق عيسى بكلمته جل وعلا كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه من الله جل وعلا فالله الذي خلقه وبه تستكمل القسمة الرباعية في الخلق خلق الله البشر على أربعة أقسام قسم الأول خلقه الله بلا أب ولا أم وهو آدم خلقه الله بيده وسواه جل وعلا ونفخ فيه من روحه ليس له أب ولا أم هذا القسم الأول من خلقه الله بلا أب ولا أم الثاني من خلقه الله بأب دون أم وهي من حوى خلقها الله من ضلع آدم فلها أب وليس لها أم وهناك من خلق والقسم الثالث من خلقه الله بأم بدون أب وهو عيسى عليه الصلاة والسلام والقسم الرابع من خلقه الله جل وعلا بأب وأمهم سائر سائر الخلق وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما يشاء ويمح ما يشاء الله جل وعلا ينسخ ما يشاء ويمح ما يشاء لكن اليهود قالت لا سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يقولون كيف الله لا ينسخ ما يشاء بل يلزمه ما أمر فيقولون على الله بالقول البهتان ويحرمون على الله أن نسخ يقولون الله لا ينسخ أمره وعندنا أهل الإسلام أن الله يحكم ما يشاء ينسخ ما يشاء ويثبت فعندنا أهل الإسلام وهو الوسط أننا نقول أن الله ينسخ إذا شاء ويمحو ما يشاء إذا شاء جل وعلا ولذلك فإن الوسطية عند المسلمين هي شعارهم ولا جوزوا لأكابر العلماء والعباد أن يغيروا دين الله كما فعلت النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم الحرام فيطيعونهم ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم ولذلك لما نزلت هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي بن حاتم ما عبدناهم وكان قد تنصر قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه قال ما عبدناهم أو ما عبدوهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بين له نوع العبادة هنا قال أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تبارك وتعالى والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به وقالوا إن الله يحكو ما يريد وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما وكذلك في صفات الله تعالى فإن اليهود وصفوا الله بصفات المخلوق بصفات المخلوق الناقصة فقالوا هو فقير ونحن أغنياء وقالوا يد الله مغلولة وقالوا إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السب إلى غير ذلك والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب والمؤمنون آمنوا بأن الله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء وأنه رب العالمين وخالق كل شيء وكل ما سواه عباد له فقراء إليه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا نعم المؤمنون يثبتون لله الخلق والأمر ألا لله الخلق والأمر فيثبتون لله الخلق في أنه لا خالق إلا الله كما يثبتون لله الأمر في أنه لا مشرع إلا الله في الأوامر والنواهي الأمر أمره وكلامه جل وعلا الذي به الشرائع من الأوامر والنواهي فلا يخلق غيره ولا يأمر غيره سمعنا وأطعنا لله جل وعلا ولذلك لما نزل قول الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله جاء الصحابة يجثون على الركب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والصدقة وقد نزلت عليك آية لا نطيقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقالها الصحابة حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم قالوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فهكذا حال المؤمنين أهل الإسلام أنهم يقولون سمعنا وأطعنا أطاعوا كل ما أمر الله به وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ليس لهم أن يختاروا في الامتثال وعدم الامتثال والطاعة وعدم الطاعة والسمع وعدم السمع وإنما عليهم السمع والطاعة فيما أمر الله به وأمر به رسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلابد من طاعة الله وطاعة رسوله في كل ما أمر الله جل وعلا به والالتزام بذلك والامتثال به كذلك أهل الإسلام وسط في صفات الله تعالى اليهود ضلوا في وصف الله جل وعلا بصفات المخلوق الناقصة فوصفوا الله بصفات النقص فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء وقالوا إن الله تعب من الخلق فاستراح يوم السبت الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام من يوم الجمعة من يوم الأحد إلى يوم الجمعة فقالت اليهود إن الله استراح تعب فاستراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام قال الله وما مسنا من لغوب ما مسنا من تعب ولا نصب ولا مشقة لكن اليهود قالوا ولما خلق الله جل وعلا السماوات والأرض في ستة أيام استراح يوم السبت اليوم السابع وهذا من ضلالهم وزيغهم وانحرافهم تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً الله جل وعلا منزه عن كل نقص أو عيب فالله له الصفات العليا والكمال المطلق لا إله إلا هو كل صفات الكمال والجمال له جل وعلا ليس له سمي ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفواً أحد وكذلك النصارى وصف الله وصف المخلوق بصفات الله فعظموا المخلوقين ورفعوهم إلى منزلة الله جل وعلا فقالوا عن عيسى وأن لما عبدوه إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب فجعلوا له صفات الله جل وعلا وجعلوا لأحبارهم ورهبانهم من الصفات ما لا يكون إلا لله والله لا سمي له ولا ند له ولا كفؤ له وليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو رب العالمين خالق كل شيء وكل ما سواه عباد له من الملائكة من الرسل من الأنبياء من الصالحين من الأحبار من الرهبان كلهم عباد لله كلهم عباد الله وإنما الله جل وعلا هو المعبود بحق لا معبود بحق سواه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كلهم عباد الله لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن ذلك أمر الحلال والحرام فإن اليهود كما قال الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط ولا شحم الثرب والكليتين ولا الجديا في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما حتى قيل إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعا والواجب عليهم مئتان وثمانية وأربعون أمراء وكذلك شدد عليهم في النجاسة حتى لا يآكلوا الحائضة ولا يجامعوها في البيوت وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات وإنما قال لهم المسيح ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولهذا قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأما المؤمنون وأما المؤمنون فكما نعتهم الله به في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيب الله أكبر الله اشتركوا في القناة